المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات حذرت مؤخرا من تنامي دور من وصفتهم بوكلاء النظام الإيراني في الدول العربية وعلى رأسهم ميليشيا حزب الله في لبنان المؤسسة أكدت أن إيران أنشأت شبكة من الميليشيات تقاتل في جميع أرجاء الشرق الأوسط يصل عدد مقاتليها إلى عشرات الألف لديهم دوافع ومصالح متباينة تهدف من خلالها لاستعراض قوتها ومساعدتها في التمدد والتغول في دول المنطقة واليوم بدأت إيران المضي قدما في مشروعها التوسعي حيث كشف تحقيق في صحيفة وولد سريت جورنال الأمريكية أن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محليات جنوبي سوريا بعدما سحبت المسلحين غير السوريين بموجب طلبات من موسكو وتقوم إيران بذلك عبر درعها الأقوى هناك ميليشي حزب الله في استراتيجية جديدة للتعويض عن اضطرارها لسحب المسلحين الموالين لها من الحدود مع الكيان الصهيوني بموجب تفاهمات دولية تلت انفجار الأوضاع بشكل خطير هناك ونقلت وولد سريت جورنال الأمريكية عن صحيفة الشرق الأوسط تأكيدها تخريج دفعة من ستين عنصرا من معسكر في منطقة اللجاة بريف درعا أشرف عليهم مدربون إيرانيون وآخرون من ميليشيا حزب الله اللبناني وهذا ما أكده رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري للشرق الأوسط مؤخرا حيث تحدث عن استغلال إيران فرصة الانشغال بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإدلب للقيام بتعزيز نفوذها على الأرض والتغلغل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وانتشار عسكري في مناطق باتت تحت سيطرة النظام إضافة لانتشار إيراني يشمل تحويل نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية وتخريج دفعات من ميليشيات محلية وإنشاء مراكز لها قرب معبر نصيب بين سوريا والأردن